عزائي المشاهدين برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم معرفة القدوس ابتدينا في الحلقة اللي فاتت نتكلم عن الميلاد استعدادا لعيد الميلاد المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ازاي المسيح في ميلاده اتسمى عما نقيل الله معنا النهاردة عايز اتكلم عن سؤال مهم جدا هو ليه المسيح يتجسد ليه كان الله يظهر في الجسد يقول العظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد ليه كان لازم يبقى المسيح يجي ارضنا ويعيش وسطنا وقت من الاوقات الكتاب المقدس بيقول لنا ودي اول اجابة هتخطر ببالنا انه جيه عشان يخلص العالم جيه عشان يفدينا جيه عشان يموت بدلا مننا ياخد حكم الموت بتاعنا ويدينا بداله حياة عشان كده في يحنى 3 آية 16 و 17 المسيح نفسه بيقول كده لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية لانه لم يرسل الله ابنه يبقى هنا هو سبب الارسال لم يرسل الله ابنه الى العالم ليدين العالم بل يخلص به العالم حد تاني هيقول المسيح قال عن نفسه ان الجه عشان يكون لنا حياة افضل وده حقيقي في يحنى 10 وآية 10 ربنا يسوع المسيح قال وَأَمَّا أَنَا فَقَدْ أَتَيْتَ لِتَكُونَ لَهُمْ حَيَاهُ وَيَكُونَ لَهُمْ أَفْضَلُ حد تاني هيقول انه المسيح جيه عشان يلغي اللي عمله ابليس وده تقال عنه في رسالة يحنى الاولى الاصحاح 3 قال كده لأجل هذا اظهر ابن الله لكي ينقض اعمال ابليس ايضا حد ممكن يقول انه المسيح جيه عشان يأسس ملكوت الله وده الوجه الاخر بتاع نقد اعمال ابليس فبنشوف كده في صحاح 4 من جيل معلمنا لوقة انه اول ما ابتدى خدمته دخل المجمع وبعدين دوله سفر اشعياء يقرأ فكانت الاراية بتاع هذا اليوم الايات دي قالت بيقول كده روح الرب علي لانه مسحني لأبشر المساكين ارسلني هشوف ازاي جيه ليه لأشفي منكسر القلوب لأنادي المأصورين بالاطلاق وللعمي بالبصر وأرسل المنصحقين في الحرية وبعدها بعد ما خلص الهي قال لهم كده فابتدأ يقول لهم انه اليوم قد تم هذا المكتوب فيما سمعكم فالكلام ده النبوة دي بتنطبق عليه جيه عشان يشفي منكسر القلوب وينادي المأصورين بالاطلاق يأسس يبتدي ملكوت الله على الارض كل دي اجابات صحيحة جدا لو سألنا اللي ورد كله ايه يعني ليه ربنا عايز يخلص الانسان ليه ربنا عايز يلغي اعمال ابليس ليه عايز حياة افضل ليه بيبتدي ملكوت ايه السبب اللي ورد كله هيدلنا السبب الرئيسي السبب اللي يغطي هو النقطة الاساسية اللي بتشرح كل الاسباب دي ايه هو الهدف ده او السبب ده انه المسيح جيه عشان يعلن لنا قلب الله لنا المسيح جاء لكي يعلن لنا قلب الله المسيح جيه عشان يكشف لنا قلب ربنا من ناحيتنا ايه يعني ايه يكشف لنا قلب الله يعني يوضح لنا نظرة الله لنا مشاعر الله ناحيتنا احساس الله ناحيتنا بصورة لم نعرفها من قبل وبوضوح بوضوح لم نتعوده من قبل نشوف الكلام ده فين في اصحاح 17 من انجيل معلمنا يوحنة ده اصحاح من اوله الاخره واخره كان صلاة المسيح بيقدمها للقاب اسمها الصلاة الوداعية كان قبل الامه وصلبه على طول وخد اصحاح كامل 26 اية بيصلي للقاب بيصلي ليه كان زي بيدي تقرير للقاب عن حياته على الارض وبيطلب من اجل الكنيسة جسده فاول الصلاة قال كده للقاب قال له العمل الذي اعطيتني لأعمل قد اكملته فهو هنا بيكلم على ايه اللي كان الله عايزه القاب عايزه من حياة المسيح على الارض وبيقول له العمل ده المهمة دي انا كملتها كمل ايه وعمل ايه نروح لاخر الاصحاح في اية 25 و 26 ايتين مهمين جدا وايتين جوهريتين في ان احنا نعرف ونفهم ليه جه المسيح وازاي المسيح بيكشف لنا قلب الله يقول له كده ايها القاب البار ان العالم لم يعرفك اما انا فعرفتك العالم لم يعرفك اما انا فعرفتك ازاي طيب يعني الواضح انه العالم كان يعرف عن الله شعب الله كان يعرف عن الله شعب الله كان بيعبد الله إيه اللي يقصده لم يعرفك يقصد لم يعرفك معرفة كاملة لم يعرفك معرفة حقيقية لم يعرفك معرفة مباشرة إنما أنا عرفتك وبعدين جاي عرف أولادك وشعبك فهنا المعرفة الحقيقية بتاعة الله ما بنكتشفهاش إلا من خلال المسيح لأنه قبل المسيح معرفتنا بالله كانت ناقصة مش معرفة كاملة وبعدين في الآية اللي بعدين يقول إيه وعرفتهم اسمك يبقى قبل ما ييجي العالم ما كانش يعرفك لكن أنا أعرفك وأنا لما جيت عرفتهم اسمك برضو يقصد مش اسمه يعني اسم الله يقصد تعبير مجازي يقصد به باسمه شخصيتك قلبك ناحية البشر بتفكر إزاي نواياك هي إيه رطك هي إيه خطتك للبشر هي إيه لأنه طبعا هم كانوا عارفين اسم يهوى وإن الله له اسم فبيقولوا عرفتهم اسمك وسأعرفهم وبعدين ليكون يبقى المعرفة دي ليه هدف ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم لما يعرفوك وأنا عن طريقي أعرفهم أعرفهم أنت مين وقلبك شكله إيه يبقى في قلبهم يسكن في قلبهم نفس الحب اللي إيه اللي ليك ناحيتي أنا كابن الله يبقى الحب الآب للإبن متاح لنا بقى لنا ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به يبقى إزا بيكشف إيه بيكشف قلب الله بيكشف لنا قلب الله نستنتج من الآيات دي إنه إن احنا ما نقدرش نعرف الآب إلا عن طريق المسيح ما نقدرش نعرفه معرفة كاملة معرفة شخصية معرفة مباشرة وإن المسيح جاه عشان يعمل كده يعلم لنا مين هو الآب ويعرفنا قلب الآب ناحيتنا إيه وإنه علاقتنا الصحيحة وبالله تعتمد على معرفتنا التي نأخذها من المسيح مش برا المسيح عشان كده عايز أقول حقيقتين مهمين جدا نستخلصهم من اللي تكلمنا عليه لغاية دلوقتي أول حقيقة مهمة جدا اللي حياتنا نبني عليه حياتنا ونعيشها إنه أي شيء نعرفه عن الله لم نرى في المسيح ينبغي أن نتساءل عن صحته أقولها تاني أي شيء نعرفه عن الله لم نرى في المسيح لم يعلنوا المسيح لم نعرفه عن طريق المسيح ما شفناهوش في شخصية المسيح لابد أن نتساءل عن صحة هذه المعرفة هل ده صحيح شخصية الله اللي شفناه في المسيح هو ده شخصية الله أي فكرة تانية ما شفناهاش في المسيح مش في شخصية الله الكتاب قال عن المسيح في كلوسي الذي هو صورة الله غير المنظور الصورة بتاعت الله الغير المنظور ظهرت في المسيح وقال في يحن واحد الله لم يره أحد قط الإبن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر إذن كان هدف الله في التجسد أن يورينا صورته اللي احنا ما شفناهاش قبل كده اللي ما قدرناش نعرفها قبل كده بنشوفها في المسيح فما نراه في المسيح هو حقيقي عن الله وما لا نراه في المسيح لم يكن حقيقي عن الله جايز كتحاجة مؤقتة زي ما نشوف كمان شوية الحقيقة التانية اللي بتعلنها الآيات دي والفكرة دي أنه المسيح جاء يعلن لنا ما لم نكن نعرفه من قبل المسيح جاه يعلن لنا ما لم يكن معروفا لنا قبلا يعني الأنبياء كلمونا عن الله كنا نعرف عن الله في العهد القديم كنا نعرف عن الله شعب الله كان يعرف عن الله النموس والوصية وكلمة الله في العهد القديم كانت بتخبرنا عن الله تعرفنا عن الله لكن الله جه شخصيا يعرفنا بنفسه شخصيا درجة معرفة مختلفة دي أهم أسباب التجسد اللي وراء كل حاجة حصلت تكلمنا عنها قبل كده فإيه هو الإعلان الجوهري اللي بيعمله المسيح بتجسده بيقول لنا هو ده قلب الآب بيقول لنا أيها البشر أنتم لكم أب سمائي يحبكم أنت ليك أب سمائي بيحبك فأي صورة غمضة كانت موجودة بصورة ما عن أبوة الله للبشر في العهد القديم بتبهت أمام صورة أبوة الله اللي أظهرها المسيح لنا في العهد الجديد ناخد فاصل قصير ونستعيد حدثنا بعد الفاصل قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الهدف الرئيسي والأول لمجيء المسيح لينا أنه جيه عشان يعرفنا الله ويعرفنا قلب الآب يكشف لينا عن قلب الآب جي لنا وإحنا زي يتامة ما نعرفش أبونا الحقيقي متغربين في العالم هنا في الأرض عايشين في غربة عن الله بعض السقوط كنا في غربة عن الله جيه رسالته الأولى والأساسية يقول أنتم ليكم أب سماوي الله أبوكم الله بيحبكم أنتم مش يتامة أنتم مش عبيد أنتم مش غربة عن الله ده وضع مؤقت اللي أنتم فيه وليكم مستقبل مجيد الله عايز يصلح كله تاني أنا هفديكو فهتتصلحوا مع الله هترجعوا كأبناء علاقتكو تبقوا أبناء بالآب السماوي هيبقى ليكو سلطان ابن فلا يغلبكو العالم هيبقى ليكو سلطان ابن فتمجدوا الله في هذه الحياة يبتدي ملكوت الله في حياتكو من الآن من دلوقتي من الحياة على الأرض ويستمر في مجد الأبدية إلى الأبد فاللي جه يعمله المسيح أن يقول لنا أنت مش يتيم أنت مش لوحدك أنت مش عبد ضال ومطلوب منك حاجات ومش قادر تعملها قبل المسيح كنا في وضع مؤقت يعني العهد القديم كله ممكن نشوفه كان وضع مؤقت يعني إيه وضع مؤقت يعني من أول ما سقط آدم وحوة ربنا إدى خطة للخلاص وقال نسل المرأة يسحق رأس الحية وهيبعت حل لكن فضل فترة طويلة من الزمن لغاية ما ييجي الله بنفسه يتجسد في وسطنا عايشين في وضع مؤقت كان وضع فيه خصومة مع الله وضع إحنا فيه غربة عن الله وضع فيه مش عايشين كأبناء لله لكن كعبيد لله في هذا الوضع أو في وضع العهد القديم كان فيه نموس عشان يحفظنا يحرصنا ويؤدبنا وهنقرأ آيات بتشرح لنا الحكاية دي وكان فيه وعود بتشرح لنا اللي هيجي بعد كده لكن هذه الوعود يعني مش فاهمنها بالكامل فيها نوع من الغموض حتى ان الكتاب يسمع يتكلم عنها يقول انها زي سر كانت زي سر فشوفوا مثلا في رسالة غلطية بيقول ايه بيقول انه لو اعطي نموس قادر ان يحيي لكان بالحقيقة البر بالنموس لكن الكتاب اغلق على الكل تحت الخطية ليعطي الموعد من ايمان يسوع المسيح للذين يؤمنون ولكن قبل ما جاء الايمان يعني ايه يعني النموس كان حاجة بتحفظنا لغاية تم ييجي المسيح ويبقى لنا فرصة الايمان به ولكن قبل ما جاء الايمان كنا محروسين تحت النموس مغلقا علينا الى الايمان العتيد ان يعلن يبقى ده وضع مؤقت وضع النموس محطوط فيه يحرصنا عشان مستنين المسيح ييجي اذا كان النموس مؤدبنا الى المسيح مؤدبنا الى المسيح يعني وضع مؤقت لغاية ما ييجي المسيح يردنا الوضع الاصلي لكي نتبرر بالايمان ولكن بعد ما جاء الايمان لسنا بعد تحت مؤدب لانكم جميعا ابناء الله ده الوضع الجديد ازاي بالمسيح يسوع فالوضع الجديد انكم جميعا ابناء الله بالايمان بالمسيح يسوع يبقى اللي نعرفه عن الله قبل كده كان وضع مؤقت معرفة محدودة كنا تحت مؤدب كنا مستنين المسيح ييجي عرفنا معرفة حقيقية عشان كده حتى مع وجود الوعود ما كناش فهمنها كويس يعبر الكتاب المقدس عن الحكاية دي يقول ايه يقول السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الاجيال لكنه الان قد اظهر لقدسيه يقول تاني بل نتكلم بحكمة الله في سر الحكمة المكتومة ما كانش واضحة قوي في العهد القديم التي سبق الله فعينها قبل الدهور يعني مش انه في العهد الجديد ربنا غير رأيه ولا ربنا تغير ولا عمل حاجة مختلفة الوضع انه كان العهد القديم وضع مؤقت والعلاقة به علاقة البشر بالله في العهد القديم كانت وضع مؤقت لغاية ما ييجي المسيح يعلن لنا قلب الآب ويحقق الصلح يصلحنا مع الآب ويرجعنا للعلاقة الأصلية وللوضع الأصلي اللي لينا عند الآب عشان كده نلاقي ان المسيح عاش حياته على الأرض المسيح عاش حياته بالجسد على الأرض يعمل حاجة واحدة يعرفنا لما بيقول عرفتهم اسمك احنا ممكن نشوف في حياته من أولها لآخرها انه عاش حياته كلها يعرفنا قلب الله عاش حياته يكشف لينا قلب الله عاش كل اللي بيعمله ويعلمه ما يعمل ويعلم بيخدم هذا الهدف ان يعرفنا قلب الله فمثلا بنشوف كده انه الكتاب بيوضح لنا انه مجيه كان هدفه ان يوضح انه الله بيحبنا وعايز يرجعنا للنفس شوفوا الآية بيقول اي ان الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب له بخطياهم يبقى ايه اللي بيشوفه هنا انه يعني احنا اللي خاصمنا ربنا على فكرة احنا اللي قررنا ننفصل عنه قررنا ان احنا عايزينه بقى زيه وعصينا وصيته وتمردنا عليه لكن الله هو ييجي يصالح هو كبير ييجي يصالحنا في المسيح وغير حاسب خطيانا شي الخطيئة دي الحاجز اللي بنا ده اشيله ووضعا فينا كلمة المصالحة فالله بيقولك انا في المسيح كان هدفي اقولك انا مش عايز منك تبقى كويس وتعمل نفسك كويس لا انا عارف انك ضائف انا جيت اصالحك واخفر خطاياك وقديك بنوة حقيقية ليا وقديك انك تعيش معايا كاب المسيح وضح لنا دي على المستوى الانساني جدا لما كان عايش مع تلاميذه وكان بيحبهم حقيقي يعني كان فيه حب حقيقي ملموس واضح محسوس متعبر عنه شوف كده قبل العشاء الرباني وقبل ما يخسر أرجل تلاميذه التعبير ده تقلق عنه في انجيل يوحنة قال ايه اما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم ان ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم الى الاب اذ كان قد احب خاصته خاصته الذين في العالم احب خاصته الذين في العالم احبهم الى المنتهى يعني الله متفاني في حبك الى اقصى درجة لو شفت اب متفاني في حب اولاده امه متفانية في حب اولادها تقول انه مستعد يعمل اي حاجة عشان خاطر اولاده او اولادها الانجيل هنا بيقول لنا انه الله المسيح احب خاصته احبهم الى المنتهى يعني ايه كان مستعد يموت عشانهم وفعلا مات عشان خاطرهم المسيح وهو عايش على الارض كشف لنا قلب الاب ايضا انه هو كان بيرفع كل معاناة عن الناس عايز يقول انه انا انه قلب الله انه يشيل معاناة انه يشفي كل تعب يتقال دايما كده عنه انه جميع المرضى شفاهم كان ماشي يشفي كل الناس يتقال عنه برضه انه هو في ماتة اربعة يقول يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب وتقال نفس التعبير في ماتة تسعة انه كان بيكرز ببشارة الملكوت ويعمل ايه يشفي كل مرض وكل ضعف ماشي يشفي على فكرة الاناجيل ما حطت لناش اي مثال اي موقف مفيش حدثة واحدة المسيح رفض فيها ان يشفي لا عن استحقاء ولا عن عدم استحقاء ولا حتى كان بيسأل المسيح حينما واجه مرض واجه ضعف واجه تعب كان دايما بيشفي يتقال عنه التعبير دايما انه تحنن يقول ولما رأى الجموع تحنن عليهم الصورة بتختلف عن الصورة اللي كنا فاهمنها واحنا في الغربة واحنا تحت مؤدب واحنا في عبودية الصورة بتاعت انه افعل هذا فتحية وان عملت الحاجة الغلط تموت الصورة هنا صورة مشفق اله مشفق قبو مشفق بيشفي بيرفع المعاناة اكتر من مرة المسيح يروح يعرض هو الشفى عن حد ما طلبوش في مريض بيت حزدة رح قال له اتريد ان تبرأ في يوحنا اربعة في لقى 13 مرة واحدة ست دخلت المجمع قال عنها الكتاب انها كانت منحنية يعني ما تقدرش تفرد ظهراها منحنية 18 سنة فدعاها ما طلبتش هو اللي دعاها وشفاها رغم انه كانوا مستنيين له انه يعمل غلطة ويشفي في يوم السبت وهو ماشي في مرة من المرات شاف جنازة لابن ارمالة نايين ستة ارمالة وده ابنها الوحيد يقول كتاب كده تحنن عليها وقال لها لا تبكي وقوم ابنها من الموت ما طلبتش ما حدش طلب منه فكان ماشي بيوضح لنا قلب القاب الحقيقي وقف قدام قبر العازر يبكي على موت العازر ايضا المسيح مش بس في شفاءه لكن في غفرانه في متة تسعة جابوله واحد مفلوج عشان يشفيه فراح قايله كده رغم ان اليهود هينتقدوه وقاعدين برضو مستنيين غلطة قال لهم قالوا مغفورة لك خطيئك يعني بيدي النعمة اللي اعظم اللي هي غفران الخطيئة حتى قبل الشفاء الجاسدي وما فيش مثل اعظم من المرأة اللي امسكت في ذات الفعل بيتضح فيها انه هنا المسيح جاي بيكشف قلب الله الحقيقي لانه في المثل ده قالوله نموس موسى بيقول انها ترجم واليوم حق وده كلام صح وحسب نموس موسى ترجم لانها امسكت في ذات الفعل لكن المسيح جاي يقول ان ايه انا جاي هنا اعمل حاجة جديدة انا بشرح لكم ان الوضع المؤقت انتهى دلوقتي في وضع جديد ايه الوضع الجديد انه هو اللي يدينها اما دانك احد لا لا احد يا سيد قال لها ولا انا ادينك اذهبي ولا تخطئي فهنا وضح الوضع الجديد انه جاي يشير خطيطنا مش يدين عليها قال اريد رحمة لا ذبيحة ناخد فاصل قصير ونستعيد حدثنا بعد الفاصل موسيقى بنكمل ايها الاحباء في رحلتنا مع المسيح وهو بالجسد ازاي انه كل ما عمله وكل ما علمه كان بيخدم فكرة انه يدي لينا يكشف لينا قلب الله الحقيقي يعلن لنا قلب الآب فشفنا ازاي انه هو كان الوسيلة اللي صالحنا بيها الآب لنفسه وغفر لينا خطيانا شفنا ازاي انه كان بيرفع كل معاناة عن الناس بيرفع كل مرض عن الناس منين ما يلاقي مرض ولا تعب يشيله عن الناس حتى لو ما بيطلبوش شفنا ازاي انه كان بيخفر شفنا موقفه من المرأة امسكت امسكت فقال يقدر مبدأ انه انه الخاط امسكت قلب امسكت 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 ويعاقب امسكت امسكت وابوها الاب السماوي فدايما كل مرة وانت بتصلي تقول ابانا وانت لوحدك افتكر ان احنا جزء من عيلة ولاد ربنا وهو ابونا قال لنا كده في يحن 16 انه لان الاب نفسه يحبكم لانكم قد احببتموني فعايز يعمل علاقة بيننا مباشرة وبين الاب انه بيعرفنا ان الاب نفسه بيحبنا احنا لان احنا حبينا المسيح وامنا به فأيال احباء المسيح جاء ليكشف لنا عن قلب الاب والنقطة اللي جاية هي اهم نقطة في الموضوع لان معنا دا الحياتنا ايه معناه انه علاقتنا الحقيقية الصحيحة بالله ليست بمقدار سلكنا الحسن ولكن بمقدار معرفتنا لقلب الاب بمقدار حياتنا بناء على هذه المعرفة ولها تاني انه حياتك علاقتك مع الله علاقتك الصحيحة مع الله ليست بناء على سلوكك الحسن لكن بناء على معرفتك لقلب الله وبناء على انك بتعيش حياتك مبنية على هذه المعرفة الصحيحة لقلب الله لما تعرف قلب الله من ناحيتك تفرح تفرح جدا وتريد وتريد ان تفرح قلبه لما تعرف قلب الله من ناحيتك تشبع ولا تجوع للعالم ويبقى الشبع اللي عندك يكفي انك توزع خيرات على اللي حواليك لما تعرف قلب الله ناحيتك تعرف مكانتك وتعرف سلطانك كابن الابن له سلطان ولن يغلبك العالم ولن تغلبك الظروف انت عارف انت مين انت ابن مين وانت ابوك مين لما نعرف قلب الله ناحيتنا نعرف نعلن قلبنا قلب الله للاخرين نعلن عن قلب الله لكل من حولنا يبقى دورنا ان احنا بنعلن ايضا قلب الله ربنا يسوع المسيح بعد القيامة ظهر للتلاميذ في يوحن عشرين وبعدنا قال لهم كده كما ارسلني الاب ارسلكم انا طب الاب ارسلني عشان ايه عشان افديكم والصلب فانا هبعدكم للفداء والصلب لا مش اصده كده اصده الهدف اللي تكلمنا عليه كما ارسلني الاب لأعلن قلب الله ارسلكم انا لتعلنوا قلب الله السمرية لما شافت قلب ربنا اتحركت وراحت قالوا تعالوا انظروا انسان قال لي كل ما فعلت ففي حلول عيد الميلاد علينا وانتظرنا لعيد الميلاد واحتفالنا بعيد الميلاد تجسد الرب يسوع تجسد الله الكلمة اعرف ان ليك اب سماوي بيحبك لك اب في السماء لك اله سماوي لك اب يحبك انت لست يتيم انت ابن الملك لا تعيش كيتيم لا تعيش كعبد انت ابن الملك اعرف اعرف انه فداك اعرف انه عايزك تروح له عايزك تجيله يغفر لك عايزك تجيله يرحم عايزك تجيله يعالجك عايزك تجيله يملاك من روحك القدوس هو مشتاء ليك لو كنت بعيد مشتاء ليك انك تقرب له وعايز كده ولو كنت عايش معاه لكن عايش كعبد عايش زي الابن الاكبر في مسأة الابن الضال مش مستمتع بالبنوة الحقيقية عايز النهاردة يعرفك انه ابوك وانت ابنه عايزك تفحص كل ما تعرفه عن الله وتعمل المقياس هو ده ما اعلنه المسيح عن الله فهو صحيح واي شيء تعرفه عن الله اي فكرة عندك عن الله لم يعلنها المسيح لم يوضحها المسيح ما ورهلناش المسيح ما هي صحيحة عن الله افهم انه ما قبل المسيح هو وضع مؤقت والمسيح جاء ليعلن لنا قلب الله الحقيقي من ناحيتنا الوضع المؤقت تغير هناك وضع جديد وقول له يا رب في عيد الميلاد انا عايز اعرف واختبر حبك عايز اعرف معرفة يقنية عايز اختبر في حياتي عايز احس بمشاعرك ناحيتي عايز اختبر شفاءك عايز اختبر غفرانك عايز تعلمني اتعامل معاك كابن حقيقي كابن وليس عبد كابن مقبول كابن عزيز جدا عليك عزيز جدا في عينيك خلي حبك يملك ياني يملك وجداني يملك حياتي كلها يكون هو اهم حاجة ملك حياتي والى اللقاء في حلقة قادمة